بلدية الليد تلغي مشروع بناء 27 ألف شقة سكنية والسبب وفق ما نسب من تصريحات لرئيس بلدية الليد يائر رفيفو هو تخوفه من شراء المواطنين العرب في المدينة الشوقق السكنية في الأحياء اليهودية رئيس البلدية تأخذ خطوة استفزازية للمواطنين العرب في المرة الأولى قبل ما يقارب سنتين هناك كان اجتماع لرئيس البلدية مع شركة عمي دار بعدم بيع البيوت العربية القديمة وتحويلها لطاب والمواطنين العرب هذا الموضوع أثار سخط المواطنين العرب في المدينة وربما هذا ما دفع المتحدث باسم البلدية للحديث معنا وحاول أن يفند هذه التصريحات بالادعاء أنها عارية عن الصحة وأنها صدرت من وزارة الإسكان بشكل سيء وخاطئ ووفق يورم بن أرش فإن الهدف الرئيس من وقف المشروع هو منع المجرمين من امتلاك هذه الشوققي وهو ما ينفيه المواطنون العرب هذا عارية عن الصحة وغيرها دقيق أنا أعرف أن هناك ثلاث نساء يأخذون بيوت في منطقة نوت يتسخاك من بينهم بنتي أنا شخصيا يعني عملية أنا مجرم ولا بيع سموم ولا للأسف الشديد أول مرة بثير هذا الموضوع وهذا الموضوع صار على مدار ما يقارب الثمن شهور في بلدية الليد يوجد سبعة آلاف شقة سكنية عربية يتهددها خطر الهدم بالدعاء البناء غير المرخص هذه الأرض هنا والتي تقع في مدخل إحدى الأحياء العربية كان من المفترض أن يقام عليها عشرات الشقق السكنية التي ستستفيد منها عائلات شابة تعاني من نقص الشقق وهنا تقبع عشرات المباني العربية المهددة بالهدم مدينة الليد وهي مدينة مختلطة تجسد معاناة المواطن العربي الذي يرفض اليمين السياسي في كل منصب يترأسه الاعتراف بحقوقه الشرعية في ذل ديمقراطية إسرائيلية متآكلة